بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب بقطاع غزة أصدر المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان بياناً أكد فيه التفاقم الكبير للأزمات الإنسانية بالقطاع من قتل وتشريد والإنهيار الكبير للبنى التحتية الأساسية المرصد قال في البيان إن عواقب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة مفزعة مؤكداً توثيقه الكثير من المقابر الجماعية سواء العشوائية أو المؤقتة في القطاع وأن هناك تعمداً من جانب إسرائيل في استهداف المدنيين البيان أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين قتيلاً ومصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة لمجاعة في عدة مناطق ودمار واسع في البنية التحتية وذلك استناداً إلى بيانات فلسطينية وأممية وبحسب المرصد الحقوقي فإنه تم توثيق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في قطاع غزة لافتاً إلى أن أغلب الضحايا في المقبرة المكتشفة حديثاً في خان يونس جنوبي القطاع تشير إلى أن العديد من الحالات تم إعدامهم ميدانياً وهي إعدامات خارج نطاق القانون ولفت البيان إلى أن قطاع غزة أصبح مكاناً غير قابل للعيش والحياة بعد حجم التدمير الهائل بالمنازل والبنى التحتية والذي طال أكثر من 60% من مباني القطاع جراء القصف الإسرائيلي وأن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على تدمير القطاع الصحي منتقداً ما أسماه فشل المجتمع الدولي في إلزام تل أبيب بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوضح البيان أن إسرائيل أسقطت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة وعمدت لتدمير جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقاً وشمالاً من القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة إضافة لتنفيذها أكبر وأوسع عملية تهجير قصري في التاريخ الحديث واعتقال أكثر من خمسة آلاف فلسطيني بينهم مئات النساء بشكل غير قانوني